تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيس اتصالا هاتفية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية أن الرئيسين نقشا خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدات تصعيد في قطع غزة حيث تم استعراض تحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وأضاف متحدث الرئيسة أن رئيسين توفق على أهمية تغليب مسار دعم التهديئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم كذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدية على معالجة أسباب الأزمة لسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها